هنا بإقليم ششاوكما باقي المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023 كتتوضع اللمسات الأخيرة على عملية إعادة الإعمار بعد الزلزال مواكبة تقنية كتمشي بالساكنة نحو إعادة تشييد المساكن ديالها وفق معايير هندسية جديدة وصلبة وفي احترام تام للخصوصيات المعمارية والمناظر الطبيعية المحلية وبفضل الجهود المبدولة من قبل السلطات المحلية والمصالح المعنية بلغت عدة منازل مرحلة إتمام البناء ما أثار السرور والارتياح في صفوف مالكها هذا وكتم على مستوى جميع الجماعة الترابية المتضررة من زلزال بإقليم شيشاوة عملية إعادة الإعمار بعد زلزال ثمانية شتنبر الماضي في ظروف ممتازة موسيقى موسيقى